كل العالم. بقى بقى انا نتفق مع هذا الكل ولا لا? اه لا 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 هذة معلومات. انا جزت ضدها. بوش ده لكون الصورة واضح لانه مقاراته مش احتزال. بقى مع انت هما طبعا يحب يقولوا لي فهمه موقف سياسي. وانا قلت قبل نبدأ بالنقطة هذي. بغض النظر على الاسم شكون وشني يراي فيه فانه المؤشرات اللي موجودة على مستوى عالني. الفيديو اللي شفناه. اه لا يتلائم معا تهم الموجهة. تهي. هذي ساعة النقطة الولانية. واتفهم انها تحتج ومن حقها كسجينة طالب بحقوقها الطبية وانها تداوى. من عرشها لعداوها للعملولها فحص صحي وكتشفوا لي من مسلا ما تستحقش اه معناها ايواء في المستشفى ام هي اما اه وإلا صار فحص اه صحي وتم اقرار انها يلزها ما تمشي المستشفى وما تمش من الادارة التجاوب مع هذي. من عرش تفاصيل. ماذا بين نسمعوا الادارة العامة لسجون اه شنوة بيش تقول لنا على الموضوع هذي. اللي ينهى صامتة توأ. اه لكن في نفس الوقت بالنسبة للنقاط الاخرى. المسألة السياسية. النقطة الولانية اه في عالقة بالضرب الجوع. اضرب الجوع هو سلاح الاقصى. يعني كي ما عادش عندك حتى حتى حاجة مش تعملها تمشي للأقصى. وبالنسبة للسياق الراهن السياسي للناس اللي بستعمل اضرب الجوع هو اعتقد غير مجدي. السياق السياسي الحالي اه خاطر وقتش اضرب الجوع يولي عنده معنى كي تعمل في السجن. يعني شو يولي عنده معنى يولي عنده جدوى او فاعلية. وقت اللي يكون فما تفاعل على مستوى الرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي. ويشكل ضغط. ورينيهم في خضية التآمر. اضرب الجوع ما ادى الى حتى حتى الشيء. بعد اضرب الطويل متاع اه مثلا جوهر بنبارك. اللي يصل للمستوى يعني سيء صحيا بالنسبة لها لانه ما كانش عنده اه جدوى. وهذا يعكس لك السياق العام. هو اختلال موازين القوى. في علاقة بالبلاد اللي براتيكما الأطراف المعارضة بشقوقها المختلفة. حتى المتنحرة فيما بينها. بالرغم من تستعمل نفسها سلاح في الحالة هذي اضراب الجوع وموجودة في السجون. تقريبا من الصعب انه تفهم عائلة سياسية مش موجودش يمثلها في السجون وكل كسرت. فما عائلة سياسية مش موجودة في السجون. اما من الصعب يعني اغلب العائلة سياسية مسجد اه معانتها موجودة في في السجون. اه فهي المتنحرة رغم اذيك تستعمل نفس السلاح لكن غير موجدي وهذا يعكس طبيعة اه موازين القوى في البلاد. اه النقطة الثالثة متعلقة بمسألة الترشحة. انا في باري ترشحة اعلنته من فترة. من فترة اهي. ما عاودت اعلنت ترشحة. هي اكدت ترشحة. ما هوش اول مرة تعرن ترشحة. اه هل السؤال هنا انا هدا سؤال يهم البلاد بشكل عام. هل انه اه المؤشرات قبل عام حوالي من الانتخابات الرئاسية القادمة. اللي هي من المفروض تكون الوقت هدايا عموما خريف شتاء. اه. الفين وارب وعشرين. نورمال مو الثلاثي الاخير. اه الرباعي الاخير من الفين وارب وعشرين. يعني مزال عام. هل انه المنافسين المحتملين ليقيس سعيد. اما في السجن او تحت ال اه في مواجهة التحقيق. اه انا قاعد الراف في جزء منهم على القل في الوضعية هذه. اه عبير موسي تتفقى وتختلف معها. اه من الصعب التشكيق في انها موجودة في استطلاعات الرأي. موجودة ربما بعيدة على قاعد سعيد إلى حد الآن. لكنها موجودة. موجودة في الطليعة القادرة. لأنها تنافس. betoncial انها تنافس قاعد سعيد. اه. فمشكون parchment موجود في الطليعة المنافسة في استطلاعات الرأي المختلفة. اللي يغلبها غير منشور للاسف. اللي انا عدا بشنان نجبدو الموضوع استطلاعات الرأي. اللي هو ومعنتها وضعية سيئة أنه ما فماش استطلاعات رأي تنشر بشكل دوري الشي اللي كان موجود قبل ما عادش موجود الشي هذي يخلينا نعرف طبيعة التوازنات في البلاد هو جزء من حياة سياسية شفافة رغم أنه نحتاجه قانون جديد في علاقة باستطلاعات الرأي إلا أنه عدم وجوده وجودها بشكل متواتري يحرمنا من إمكانية نفهمه بشكل دقيق الوضعية لكن فما شكون موجود في الطالعة معها كيف صافي سعيد وعبدتي في مكيا وغيرهم فاضل عبد الكيفي جزئيا إلا أنهم ممش في السجن إلى حد الآن هناك كلمة إلى حد الآن تولي هي اللي يجب أن نقولوها وليش روح دي عمل دي باويش بدأ سامي ويقول إلى حد الآن على خاطر موجود مش نجمو نعمل ليه إن شاء الله وغطف علينا أما السؤال الكبير المهم هل أنه نحن بيصدد انتخابات مؤشرات انتخابات تنافسية جدية قبل عام أم لا إلى حد الآن فما شكوك حول ذلك فما شكوك